السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بالله رحمن الرحيم الحمد لله رب العظيم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبركاته نحن الآن في الدرس الثاني في الوحدة الخامسة الوحدة الخامسة اللي هي My Day Animal Places اليوم عندنا الدرس الثاني صفت 337 هل تلفيها عن الحيوانات هل تلفيها عن أيضا نصف عندنا بعض الأنعشيب سوف نستمع لها Let's begin now listen to written and listening on pages 36 and 37 36 now The first slide التبرين الأول Listen, chant and match استمع نشد ووصل مع الحيوان المناسب عنوان هذه الأشهودة Which animal Which animal أي حيوان من يعني من يوطف الآن ويذكر لك من اللي مجد في صوره هذه هي الحمار شفانجي جراف أو كوكدراء أو ترسل أقوى أسنكس الآن أقرأها لكم أنا الحمارة بتوعد شوية وبهدوء حتى تفقها ثم تستميباً ثلاثة انتباع ثلاثة انتباع الرَّيْمِ تَم ي signals تي كرuria صوت تي كراشا صوت تقرأ بأن تصنعنا يارم هو تي كان و�� ونه 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 بعد تي كان وردا alsب ايه ما شو Universal تي كان وغني كتبت تي كن ورم تابع الهدف المستقبل تابع الهدف جاظه هجم تابع الهدف جورح اممممممممممممممد تابع الهدف لديها أخوار لديها أخوار لديها أخوار لديها أخوار لديها أخوار لديها أخوار ما هو الحيوان؟ ما هو الحيوانين؟ ما هو الحيوانين؟ طيب نستمع الآن وتكذل معه وعندك المقطع الذي تستطيع أن تقوم والدين حتى تقوم بكم تماما كما تسمع إنها حيوان لديها بقيت تقدم آخر عليها يوم؟ هل أنت مستعدة؟ الآن يشعر إجراءها إنها جميعها تتحولها يمكنها تتحولها يمكنها تحولها يمتعها يمتعها يمكنها تحولها يمتعها طائرة تحولها ننطلق الثامنين التالي تحولها yes or no سوف تستمع وتضع دوائر إما على الجواب yes أو no نقرأ هنا في البداية قبل أن تستمعون can I search one can I search on أن تستطيع أن تجري yes can they fly هل تطير؟ هل تستمع الجواب؟ can kangaroos fly can kangaroos fly هل تطير؟ هل تستمع الجواب؟ تستمع الجواب can they jump؟ تقفز can polar bears can polar bears can polar bears swim؟ هل تسبح؟ can they speak؟ هل تتحدث؟ جيد بالبداية هل تستمع؟ ثم بعدها نحل التبريني فأحثوا العب بي الفراغات ونتكلم عن كل حيوان إشي اللي قال لنا يطير يجيب و هكذا هل تستمعون إليها وأتحلوا иях نعم نعم هل تستمعوني yes, they can can polar bears swim? yes, they can can they speak? no, they can't now practice in pairs can ostriches run? yes, they can can they fly? No, they can't. Can kangaroos fly? No, they can't. Can they jump? Yes, they can. Can polar bears swim? Yes, they can. Can they speak? No, they can't. Now make sentences about each animal. أستردوك عبر analogية أستردوك أسوالك قال أستردوك أن تتركوا بيشارك أستردوك أن تتركوا بيشارك لاحظوا المعلومات التي انتهت بالأخير طبعاً نعيدهم من كلمة ببساطة اللي هو كان أستطيع أن تجري نعم كان بيطلال لا كان كانجوروز فلاي هل يطير الكنغر لا هل تقفز نعم هل تصبح نعم هل يتتكلم لا الآن عندنا معلومة نعم ولا عن كل كائن عن كل حيوان من اللي ذكرت تستطيع أن تجري كسبة أن تجري نعم نعم لا يستطيع هنا كان معناها لا يستطيع كان تتتتتتتتتتتتتتت كان سؤال الثالث كانت جم but they can't fly كانت سؤال الأولى كانت سؤال الأولى لا لا تتعلم اه Polar Bears كانت سوام سؤال الأولى نها كانت سوام but they can't نعطي هنا they can't ونعطيه اللي لا يستطيع ما هو they can't speak they can't speak لا تتحدد نصب التحدد هي بالضغط كده يرجي بالكلمات وما شاء لا لا يستطيع اهي دمر ثاني stretches can want تستطيع أن تجري but they can't لاحظ أن تركيب الجمل تقديم لدينا can run can jump can swim لدينا هنا لدينا can't لا كان يستطيع كانت لا يستطيع يستطيع كانت can not can't fly can't fly هنا can't speak Kangol's can't jump but they can't fly Polar bears can't swim but they can't Advice time Advice time bears of a feather flock together الطيور على شكالها تقع الطيور قطعان الطيور الطيور يمكنكم في السماء كذا يشوف طيور غير من فصيلة من قطعان يجل إليها A bird of a feather flock together الآن نحن على صفحة 37 from time وقت المرة عندنا جودة أيضا write the word ونكتب الكلمات في الفراغات هذه هي الكلمات لاحظوها sunny sunny مشمس sunny مشمس اكتب معي المألومات حتى لا ترسع sunny this is sunny here cloudy cloudy here لاحظو غائم rainy منطر snowy مسلط 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 ستستمع إلى الانشودة سأذكر لك الطاب ستنهى الانشودة ستعبي طراغات معها دعونا نستمع وبعدها نعيدها لكم مرة ستنهود ستنهود ستنه Moدي منطر ستنهود 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 It's cloudy and grey, there's no sun today It's rainy and wet, we're not there yet It's snowy and cold, don't catch a cold It's cloudy and cool, get out of the pool Now listen and write the words It's sunny and hot, it's sunny and hot, it's sunny and hot It's cloudy and grey, it's cloudy and grey, cloudy and grey There's no sun today, there's no sun today, there's no sun today It's rainy and wet, it's rainy and wet, rainy and wet يعني ممطر والمبتلى الأرض There's not there yet, we're not there yet مرة ثانية ممطر وقلنا هو متلى الأرض It's snowy and cold, snowy and cold مرة ثانية, snowy and cold يعني مطلبي بارد, don't catch a cold لا يعني يجيك برد اللي هو الزكام غير أو الشيوان It's cloudy and cold It's cloudy and cold الآن الطاقس غائم بارد without of the pool من المسبح حتى لا يكبر لا يعني يجب أنه يعطي الجو الطاقس Suny and hot cloud and grey rain and wet snowy and cold نفس الكلام هنستعمل الآن في التعبيرين التالي تتكلم الشخص عن الطابس في مدينته بالفصول الأربعة درستها طبعا سامر، آرم، وينتر، سفيني سامر الصيف، آرم الخريب، وينتر، سفيني الاربين، سفيني، 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 سفيني نستمع، ستسمعون، يقول طاقس لكل فاصل في مدينه ستظهر لك على الشاشة والناقشة أه إتس سني ومثل في السماء إتس كلاودي ومثل في عامل إتس رينا ومثل في السماء إتس كلاودي ومثل في سماء إتس كلاودي ومثل في السماء إنه سني وكوال في المنزل أحضر أطف الأول سني وكوال مشمس وحارف الجم هنا ذكر فيها إنه كلاودي وكوال كلاودي وغائي وبارج كوال ما نقول بارج يعني أحضر أكثر عباية إنه سريني وكوال في المنزل منطر وبارج إنه سني وكوال إنه سني وكوال في المنزل هادي مدينة وكوال مدينة هناك هناك it's snowy and cold in winter مثلج وبارد احبوا في طقس آخر كان هنا مثلج وبارد it's sunny and cool and spring مش متوجة في الربيع احبوا اعطينا طقسين والفصل اعطينا الطقس بحالتين له والفصل وهنا نفس الكلام احبوا sunny and hot في الربيع snowy and cold sunny and cool and spring كده ده الدرس الطالب تعرف على اللي هو هالحيوانات وصفاتها وتعرفت على الطاق صغيرة عندنا فنهاية الحص الطالب في الهدف اللي هو الخامس والثلاثين الطالب يتكلم عن الحيوانات يستطيع ولا يستطيع الحيوانات يستطيع ان يسبح ولا يستطيع ان يطير يستطيع ان يخفز ولا يستطيع ان يطير مثلا على سبيل المثال can girls can't jump but they can't fly تتكلم عن the weather اللي هو ستة الثلاثين في الصفحة اللي كانت طبعا الهدف ستة الثلاثين وكان في صفحة سبعة ثلاثين الصانية and hot السامة هذي كلها كانت اللي هو طاقس طبعا برضو استفيد اخي طالب في صفحة سبعة ثلاثين كتاب النشاط تحل التمارين لكي تثبت المعلومة معك وكرر المدفع لديك توقف حيث تشاء وتعيد وتكرر حتى تستفيد وتوصل لك جميع المهارات للغة من تحدد وتكلم وقراءة وكتابة اشكركم جدا وإلى اللقاء